السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في أضواء على الأحداث لهذا اليوم والملف الأول نصلته على آخر تطورات قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث أدانت اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل كونسولية بلاده في اسطنبول وطالبوا السلطات السعودية بدعم روايتها حول الجريمة بأدلة حتى تكون تلك الرواية ذات مصداقية من جهتها أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن بلادها لا يمكن أن تصدر الأسلحة للسعودية في ظل الظروف الحالية فيما استدعت برلين السفيرة السعودي لديها العديد من زعماء العالم كانوا قد دعوا إلى ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول ملابسات اغتيال خاشقجي فيما لم تفلح التصريحات التي أدى بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بإقناع الغرب وأعتبرها الكثير من المراقبين غير كافية وغير مقنعة ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردغان سيلقي غدا خطابا قال فيه أنه سيتحدث عن ملف اغتيال خاشقجي بعد أن تبحث أمس مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أما في سياق التحقيقات التركية فأكدت السلطات التركية العثور على سيارة ثانية تابعة للبعثة الدبلوماسية السعودية في مرآب للسيارات في مدينة اسطنبول وأكدت أن قضية خاشقجي باتت معقدة بسبب حرص المنفذين على تمسي آثار الجريمة المزيد في تقرير عبد العزيز بن عمر قضية خاشقجي تدخل أسبوعها الثالث فبين التخبط السعودي في تفاصيل القضية والإدارة التركية المحكمة لها فروق شاسعة بين الدولتين في التفاعل والتعامل رسميا وشعبيا السلطات الرسمية التركية ومنذ أول ساعات اختفاء خاشقجي تعاملت مع القضية بجدية واهتمام بالغين على اعتبار أن حادثة الاختفاء والتي تحولت إلى اغتيال تمس أمنها وسيادتها بل وسمعتها في المجتمع الدولي ما جعلها تحكم القبضة على جميع تفاصيل القضية وتطوراتها منذ أيامها الأولى وتقف في وجه التضليل السعودي الرسمي للرأي العام وتدفع به في نهاية المطاف إلى الإقرار بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول التحقيق المفصل المطول والتعامل الإعلامي الشفاف مع قضية الاغتيال وكذا الانتشار الدولي الذي اكتسبته قضية الصحفي السعودية كلها أوراق بيد السلطات التركية تمكنها من الضغط على أعلى هرم السلطة السعودية المتهمة بالضلوع بشكل مباشر في عملية الاغتيال وكذا إبطال جهود الحليف الأمريكي للسعودية والذي سعى أكثر من مرة من خلال تصريحات ترمب وإدارته إلى التغطية على مسؤولية القيادة السعودية وعلى رأسها ولي العهد بن سلمان أما شعبياً ودولياً فقد اكتسبت قضية خاشقجي من خلال المتابعة الإعلامية التركية الحثيثة لها بعداً واسعاً غير متوقعاً حيث تصدرت الأنباء والأخبار والتسريبات حول عملية اغتيال خاشقجي جل الصحف التركية والعالمية وتحول بقر القنصلية السعودية إلى محط لكبرى المؤسسات الإعلامية العالمية وبين الجدية الرسمية التركية والتدويل الإعلامي والحقوقي لقضية الاغتيال تأتي هذه الجهود حسب مراقبين لتوقف التغول السعودية في المنطقة متمثلاً في القرارات المتسرعة وحتى المتهورة في تقييم البعض لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحلفائه ولتضع العالم بأسره أمام حقيقة التبخر ما تشيعه القيادة السعودية على أنها إصلاحات اجتماعية جذرية وعهد سعودي جديد منبن على الانفتاح على العالم لتنكشف حقيقة القبضة الأمنية المتوحشة لنظام بن سلمان في السنوات الماضية كان الإرهاب يعمل في جميع دولنا وأغلب هذه المنظمات لمتابعة آخر تطورات قضية جمال خشغجي بالنقاش والتحليل معي هنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد المؤيد أستاذ أحمد اليوم السلطات التركية تعلن على العثور على سيارة ثانية تابعة للسفرة في أحد مرآبات مدينة اسطنبول وتقول بأن هذه السيارة ربما تكون مطابقة للسيارات التي خرجت من القنصلية من وشط نظرك هل نحن ربما نقترب كثيرا من حل لغز اختفاء جثة جمال خشغجي في جريمة اغتياله؟ بداية نجدق الإشارة إلى أن سلطات التركية أدارت الإعلام المواكب لجريمة اغتيال خشغجي بذكاء وحنك شديدة ما ضيق الخيارات أمام الإعلام السعودي لكي لا يذهب بعيدا في روايته للمشكلة اليوم هناك أدلة يتم تسريبها كما يقال بالقطارة السيارات التي وجدت اليوم تكاد تكون هي الفصل النهائي في الرواية التي تجزم بما لا يدع مجال للشك أن هناك جريمة ارتكبت عن عمد وترصد ما الذي سيضيف اكتشاف السيارتين في هذه الرواية في تكامل الرواية لأن الآن الرواية هي جمال خشغجي طيل في قنصلية بلاده بعد اعتراف السلطات السعودية بذلك ولكن دون جثة أين جثة جمال خشغجي؟ إذا ما عثر على السيارات هل تعتقد بأن ذلك قد يكون الخيط الذي سيقود لمكان جثة خشغجي؟ أنا أتوقع أن سلطات تركيا أساسا لديها تصور كامل عن ما حصل ولكن تحتاج إلى أدلة ملموسة مثلا وجود هذه السيارات في المرآب تؤزز الرواية التي تقول أن الجثة تم التخلص منها إما بطريقة التقطيع أو بطريقة أخرى يعني عندما يتعمدون إخفاء الجثة بهذه الطريقة سواء تقطيعا أو تسليما أو حتى إذابة أو تسليما لمتعاون محلي كما قالوا يؤكد أن هناك جريمة أي أن الرواية السعودية التي تقول كان هناك شجار والرجل توفي نتيجة الشجار هذه تزاح تماما عندما نكتشف طريقة التعامل مع الجثة يعني سيارات ومرآب وصناديق معنات ماذا في الصناديق فيها؟ قطع من الجثة وخاصة إذا كانت الجثة مقطعة وهذا أمر فضيع جدا بالضبط فبالتالي نصل إلى نظرية الجريمة ونبتعد عن نظرية التي قالتها السعودية سأناقشك بتصريحات الجبير حتى الآن الرواية السعودية التي دافع أمس فيها أمام فوكس نيوز الأمريكية لكن معي أيضا نشرك في النقاش من إسطنبول الكاتب والباحث التركي مصطفى أوزجان سيد أوزجان حتى الآن المعلومات المتوفرة لديكم في تركيا العثور على سيارات إلى حد ما هل نحن نخترب من ربما وضع النقاط على الحروف كاملة في جريمة اغتيال خاشقجي قبيلة تفاصيلها غدا مع الرئيس أردوغان نعم حقيقة هناك مسائل حقيقة بالنسبة لشرطة تركيا وشرطة إسطنبول طبعا للوصول إلى جثة جمال خاشقجي هناك بعض التشريبات من الشرطة يقولون أنهم أعشقوا على جثة جمال خاشقجي في بعض المناطق إسطنبول أو نحيطة لإسطنبول ربما ولكن حتى الآن هناك بعض الفقوق ربما هناك أخبار بأن ربما تم تحريف أو اختطاف جثة جمال خاشقجي حتى إلى رئيس المملكة العربية السعودية ولكن طبعا حتى يتحدث رئيس الدنيا وهذا هو سؤالي أردغان ما الذي يتوقع أن يقوله غدا هل نتوقع تكرار كل المعطيات الموجودة من خلال تسريبات وسيقوم الرئيس التركي بتأكيد أن هذه التسريبات هي حقائق طبعا يعني هناك في الواقع في تركيا وفي الواقع في السعودية طبعا بعض الفجرات وفجوات يعني لدى رئيس الجمهورية رئيس السعيدة الغوام طبعا معلومات واصلة وكافية هذه المعلومات الواقعية وكافية ربما تم لها هذه الفراغات أو مشاهد الفراغات أو فجرات يعني حتى لأن هناك بعض الأخبار متضاربة طبعا لابد أن يفصل الرئيس على حقيقة من الزائف لذلك أعطت يعني لفمم المجتمع الدولي ومجتمع الداخلي أبطر على السعوديين طبعا الشعب السعودي السعودي الغير لعون السعودي وغيرها لأن الكل ينتظر على قصة الكاملة الحقيقية لما حصلها بالنسبة المشكلة طيب سيد أوزيان في تركيا عندكم يعني هل في التحليلات التركية في الصحف أو في الإعلام يتم التطرق إلى الموقف من احتمال اتهام محمد بن سلمان بالتورط بقتل جمال خاشقجي وما إذا كان لدى الأترك تليل يشير إلى ذلك نعم لا أعتقد أنهم يعني يقتربون هذه القضية مباشرة بقتل جميلة مباشرة يعني أصابي الإعلام أصلا يستهد طبعا يشير إلى مسؤولية طبعا من محمد بن سلمان ولكن طبعا المشارة مباشرة إلى محمد بن سلمان وليل أحد السعودي طبعا ما مستبع لأن هناك مستبعين مختلفين مستبعات تقني ومستبعات سياسية مع أن مسارة تقني أيضا يشير إلى مسؤولية محمد بن سلمان لأنه ليس يعني منفصل عن حاشيته هذا واضح أشكرك هل التي قامت بهذا الإجرام هو حاشيته ولذلك لا نفقي أن نضرع ساحته ولكن طبعا هل يكون هناك إشارة مباشرة مباشرة لمسؤولية محمد بن سلمان سننتظر غدا شكرا لك مصطفى أسجان الكاتب والمحلل السياسي التركي تصريحات وزير الخارجية أستاذ أحمد المؤيد أمس قال أن قتل خاشقجي خطأ ولم يصفه بالجريمة كيف تنظر لذلك؟ وزير الخارجية السعودي وظيفته يعني محاولة تلطيف الأجواء وربما حتى مسح السوادى الذي تقوم به الحكومة السعودي هذه وظيفته طبعا كوزير خارجية وبالتالي سيعمد إلى انتقاء الفاض تهون من المسألة بغية تكسب الوقت يعني هو ربما يعود على يوم ويومين ولكنها أحيانا قد تأتي بمفعول عكسي يعني ستظهر بأن السعودية لا تكتلف بمواطنها عندما تصف جريمة قتل فضيعة بأنها مستيك خطأ للأسف ليس لديه خيار آخر هذا وزير خارجي هو محمد بن سلمان الذي عينه وهو يدين له بالولاء المطلق وبالتالي ليس لديه خيار آخر إلا أن يحاول أن يلطف الأجواء يعني إذا كسب 24 ساعة أو حتى 48 ساعة ربما ويتوقع ربما أن يكون هناك صفقة ربما يستطيع يعني لا يستبق حدثا معين يعني لا يعترف مثلا أو يقول بشيء معين وبالتالي ربما يعول حتى على الساعات حكومته الآن تشتغل ما الذي تقصد وهذا تقصد بأن الرواية السعودية ما زالت تدحرج ما زالت يعني في طور الاكتمال لا الرواية السعودية يكتملت ولكنها الآن ردت الفعل عليها كانت صادمة قبل الغرب بالتالي هناك محاولة تلطيف ومحاولة شرح ولكن مهما دار السعوديون ومهما شرحوها للأسف هم يزيدون الطين بلة لأن الخيارات التي أمامهم ضيقة جدا مثل ماذا؟ لماذا تعتبر بأن الخيارات ضيقة؟ يا سيدي الإعلام التركي أو سلطات تركية أدارت المسألة إعلاميا بشكل ذكي جدا وبالتالي كانت كل يوم تسرب معلومة 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 وبالتالي لم تترك للسعوديين خيار يعني كثير يعني مساحة المناورة ضيقة من وجهة نظرك هل يشكل عدم العثور على جثة جمال خاشقجي وإذا ما عثر عليها من اليوم لغدا ربما عاملا حاسما بنصف الرواية التركية بأن ذلك خطأ المقصود بأنه قتل أثناء وضع أحد الخمس ستعاشر رجلا يده على فمه لإغلاق فمه يعني أثناء حديثه هل يمكن أن تستقيم هذه الرواية مع ما نسمعه من تسريبات عن تقطيع جثة جمال خاشقجي هو إذا تم العثور على جثة سيكتشف كيف ماتت الجثة وبالتالي سنكون أمام جريمة واضحة يعني أنا عن نفسي لا أممكن أن أتخيل إطلاقا أنه خمسة عشر شخص ذهبوا يفاوضوا أو أن الرجل أعطى ملامح أو بوادر أنه يريد العودة للسعودي هذا كلام ركيق لا يقبل أساسا هم ذهبوا كفريق قتل يقتله لا يوجد رواية يعني ممكن أن يقبلها العقل إلا هذا وبالتالي لو كشفت الجثة ربما تستطيع بعد التشريح أو من خلال التقطيع يعني عندما تخطع الجثة هذا دليل أن هناك جريمة مع صبق الإصرار والترصد ارتكبت ويراد إخفاء معالمها لو كان الشخص يا سيدي لو كان الشخص يوفي نتيجة مثلا خطأ كما يقول كان اتصلوا بالإسعاف على طول وقالوا تعالوا لحق الرجل احنا عفوا الرواية السعودية أنهم ارتبكوا بعد موته طيب ولا حتى ألا يوجد فيهم رجل رشيد ألا يوجد وين القنصل وين الناس الأفعالين وعلى الأقل بينهم طبيب بينهم طبيب يفترض يحاول أن يؤمن يعرف علم التخدير ويعرف أنه ممكن أن يسعافه في اللحظة الأخيرة بالضبط وخصوصا أنهم يقولون أنه أعطى بوادر أنه سيعود للسعودية إذا كان من يريد العودة للسعودية يتم تعامل معه بهذا الشكل فكيف بالمعارضين المسألة كلها عبارة عن رواية مفبركة الجثة لو ظهرت ستظهر أدلة أكبر أن هناك جريمة ارتكبت مع سبط الإسرار والترصد حتى الآن لم يقتنع بالرواية السعودية إلا النظام المصري والنظام الإماراتي وبعض الدول العربية برأيك لماذا يبدو الغرب الآن متحفظا جدا حيال الرواية السعودية لأن الأمور تبدو واضحة جدا أعتقد أن حتى السلطات التركية قد سربت بعض المعلومات للسلطات الغربية سواء أمريكا أو بريطانيا ما يثبت أن النظام السعودي متورد تماما لذلك نرى هناك كما يقال بيع بالجملة الحكومات الفرنسية والألمانية والبريطانية خرجت بتصريحات رأيتها صادمة أنا توقعت أنهم ربما يهادنوا أما التصريحين الأخيرين التصريح جاريت كوشنر هذا هو الذي قضى على كل شيء جاريت كوشنر يقول سياستنا ليست مع السعودية نحن سياستنا حيث تكون مصالحنا يعني أن الغطاء السياسي الذي كان يتمتع محمد بن سلمان يتمتع به محمد بن سلمان قد رفع جاريت كوشنر أيضا أضاف بأن واشنطن ما زالت في مرحلة جمع الحقائق حول الرواية النهائية ومصداقيتها ألا ربما يعدل ذلك من مسارعة ترامب لتصديق الرواية السعودية ويظهر أن الموقف وخاصة موقف ترامب ما زال أيضا غير واضح حتى الآن على الأقل يعني موقف ترامب واضح جدا أنه لا يريد التفريط محمد بن سلمان ولكن في نفس الوقت هو أيضا محشور في زاوية الانتخابات النصفية همامه أضف إلى ذلك أن الأدلة وسرعة اكتشاف الأدلة والتفاعل الإعلامي الأمريكي تحديدا والعالمي جعل أيضا خيارات ترامب لمساعدة أو محاولة تنقاذ محمد بن سلمان ضيقة جدا الآن هذا التصريح الذي قاله جاريت كوشنر أعتقد أنه يقصد به أننا ما زلنا ننتظر ماذا سيقول الرئيس التركي لأن الرئيس التركي ما سيقوله هو القول الفصل طيب عندما تستدعي برلين السفير السعودي لديها وتصدر برلين مع باريس ولندن بيان مشترك هل يثبت بأن الغرب أو أوروبا تحديدا يمكن أن يأخذوا موقف مغاير من موقف الإدارة الأمريكية بالعكس أنا أتوقع أنهم لم يقتنعوا برواية السعودية أبدا ووصلتهم معلومات من قبل السلطات التركية بأن الأمور تقريبا يعني 90% يعني هي جريمة مدبرة من قبل السعودية يبقى 10% هو هامش المناورات السياسية التي عادة لا تلجع إليها الحكومات للقطع الفصل طالما وهي ليست المعنية الأولى بالحادث ينتظر الرئيس التركي غدا سيقول كلمته سيشرح كل شيء وهو طبعا كما أكد سيأتي برواية مغايرة لما ذكر معناته الرجل يعني ينتظر طيب ما الذي تتوقعه في تلك الرواية مما يشير إلى تورط بن سلمان تقصد ماذا سيقول الرئيس؟ في رواية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا أنا تابعت طبعا التصريحات التي استثرت ربما من ثلاثة أربعة أيام وكان أبرزها ما تقوله المعارضة التركية المعارضة التركية تحاول أن تنبه الرئيس التركي لا تدخل في مساومة أو بعضهم ذهب بعيدا وقال أن السلطات التركية الآن تعمل صفقة مع السعودية يعني مساومة معينة اليوم نائب الرئيس مساومة واضحة لأن السعودية والإمارات هم في حلف ضد تركيا وهناك اتهامات لتورط إماراتي سعودي بمحاولة الانقلاب الفاشلة يعني الأمر واضح جدا إذا كان أردوغان يريد أن يساوم فيما سيسامه يعني فك التحالف الإماراتي ربما رفع الحصار عن قطر لا ندري بالضبط هناك ضغط إذن من قبل المعارضة عليه ولكن اليوم المتحدث في اسم الرئاسة التركية ماذا قال؟ قال أن هذه إدعاءات سخيفة يعني المسألة محوظة جد وبالتالي سيكون هناك توضيح للحقائق لأن هذا ما يتطلبه يعني ما تطلبه العدالة التركية وما يتطلبه القانون الدولي يعني أنا أعتقد أن غدا سيفاجئنا الرئيس التركي بمعلومات صادمة للجميع ولماذا لماذا تقول بأن هناك ربما تكون معلومات صادمة إذا كان كل ما سمعناه حتى الآن هو صادم إذا كانت التسريبات بتقطيع جثة جمال صحيحة فهذا أمر فضيع جدا وصادم ولكن الحديث هو عن تورط محمد بن سلمان هل يمكن أن يكون هناك دليل جنائي غير الدليل المنطقي هل هناك دليل جنائي على تورط بن سلمان في جريمة قتل خاشغجي؟ أنا أتوقع أن الجديد في الأمر سيكون أن لمحمد بن سلمان وخالد بن سلمان السفير السعودي في واشنطن علاقة مباشرة وخصوصا أن قائد فريق الإغتيال عمل اتصال بهذين الشخصين بمدير مكتب محمد بن سلمان وبخالد بن سلمان في أمريكا من القنصلية معناته يريد أن يقول لهم المسألة تمت يعني لا يمكن أن تقول دليل جنائي أن تجد محمد بن سلمان في القنصلية لا ولكن كما يعلم العالم محطة المكالمة تعتبر دليل جنائي هذا ما قصدته لكن التعويل على الاستنتاج وأنه لا يمكن أن يكون هذا الفريق قد قام بهذه الجريمة من تلقاء نفسه هذه الأدلة إذا ما ظهرت كما هي هل تعتقد بأن العالم سيسكت؟ يعني أوضح سؤالي مرة أخرى إذا خرج أردوغان غدا وقال ما كلنا نسمعه الآن كله في المعلومات ولم يتحدث عن محمد بن سلمان هل سيقتنع الغرب بعدم تورط بن سلمان؟ لا 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 يقتنع الغرب بذلك لأنه واضح يا سيدي لا يوجد جهاز مخابرات يقوم بعملية داخلية إلا ويعرف رئيس الدولة فما بالك بعملية خارجية وطيارات رئاسية ويعني محمد بن سلمان وعضاء الفريق من فريق بن سلمان الحراس محمد بن سلمان أصلا جهد أن يقني عن العالم ويخبره بأنه رجل ذو قبضة حديدية وأنه لا نسمى تطير في السعودية إلا ويعرفها الآن يأتي بعدما عرف العالم كله بالجريمة ليدعي أنه آخر من يعلم هذا الكلام غير مقبول مطلقا بالعكس أنا أتوقع أن السلطات التركية لديها رصد للمكالمات حتى بالصوت التي ذهبت لمحمد بن سلمان ولخالد بن سلمان أخوه وبالتالي الجريمة يعني هم مشتركون فيها هم من أمر بها العالم غدا سيعلم ذلك علم اليقين السؤال لو كنت مكان السعودي هل تعتقد بأن المبادرة بالتضحية بمحمد بن سلمان هي فعلا الأسلوب الأنجع لوقف ذلك التدهور في العلاقات بين السعودية ومعظم دول العالم الآن أمامي خبر عاجل إنهم ستدرس إغلاق مركز الملك عبدالله للحوار بعد مقتل خاشقجي بالضبط وهناك أيضا قاضي فرنسي سيقوم بمحاكمتهم على جرائم الحرب في فرنسا فهل تظن أن تقوم السعودية بأفر بن سلمان نعم التضحية بمحمد بن سلمان هي أسلم الطرق وكان يفترض أن يقوموا بذلك مسبقا الغرب الآن نفض يده عن محمد بن سلمان لأنه صح ينفذ مصالحهم ولكنه أرعى طائش يعني أنت لا تريد شخصا يخدمك ولكن برعونه ربما يأتي لك بمشاكل أكثر من المصالح التي تريدها أتوقع أن الغرب نفض يده محمد بن سلمان وغدا ستحسن الأمور ننتظر شكرا لك الكاتب والمحل السياسي أحمد المؤيد شكرا لك